بصا مانو انا ما ببلغش لما بقولك انت ستيفن هوكينج انت فاهم وعارف مين هو ستيفن هوكينج واحد من اهم علماء الكوانتم فيزيكس على مستوى العالم ولأسباب عدة كان برضو بيستخدم طريقة voice recognition علشان خاطر يقدر يتواصل وما الى ذلك مانو كمان انت عارف انه ده هيبقى منقشتنا لما هنقعد سوا وهنشوف هننفس ده ازاي انا عايز اعمل اي حاجة يعني احنا هنبعث مع بعض ايميل ايلم ماسك ده بجد مش هزار وهو انت عارف انه هو عنده شركة كبيرة جدا بتشتغل على حاجات زي كده انا متابع المشروع بتاع ايلم ماسك كويس اوي 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 وهنقعد مع بعض نفكر احنا هنبعث له ايه ونبعث له ازاي وبالمناسبة الايميل بتاعه افيلب دي يعني وهنبعث له كل حاجة عن الحالة بتاعتك انا وانت سوا ده انا وانت كاثنين اتمنى انك تقبلني صديق ونشوف هو هيقدر يحل المسألة دي ازاي لانه بيشتغل على الحالات دي او المركز بتاعه يعني كويس دي نقطة النقطة التانية انا هتمنى لك هتمنى لك ان انا اشوفك في واحد من المؤتمرات الشباب الكبرى اللي تبقى موجودة في القاهرة بحضور فخامة الرئيس هتمنى لك ده انه يبقى موجود في القاهرة حتى لا نثقل عليك بالسفر اتمنى 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 ان انا اشوفك قريب في واحد من هذه المؤتمرات زي ما امنيتي الكبرى كده ان انا اشوفك قادر تعمل كل حاجة يا سلام سلم يا مانو لو الاخ ايلن موسك عارف يزبط لنا الدنيا هتبقى حلوة استأذنك ان انا في وقت من الاوقات انا هاخد تليفونك وهستأذنك ان انا اجيلك اشكرك الف شكر ليك اشكرك لنا